في إطار تعزيز جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية زار رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية السيد شون كالهان كاريتاس الأردن برفقة وفد رفيع يتضمن المدير الإقليمي السيد هاني المهدي ومن مكتب الهيئة في القدس ممثل المكتب السيد جيسون ناب والسيد إلياس قريطم مدير العمليات والسيدة كورونيلا سيج مديرة البرامج جاءت هذه الزيارة تضامنية ومباركة بمناسبة افتتاح مكتب الهيئة في الأردن بدأت الزيارة بمقر إدارة كاريتاس حيث استقبلهم المدير العام السيد وائل سليمان والفريق الإداري بالإضافة إلى عدد من العاملين وخلال لقاء استمع السيد كالهان إلى عرض مفصل حول المشاريع والمبادرات الحالية لكاريتاس الأردن مع تسليط الضوء على الاستجابة الإنسانية للأوضاع في غزة كما شهدت الزيارة مراسمة تدشيني مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في الأردن بحضور السفير البابوي لدى المملكة سيادة المطران جوفاني بيترو دالتوزو وقد تم التأكيد على أهمية افتتاح المكتب كخطوة استراتيجية لدعم رسالة ورؤية كاريتاس في مساعدة المحتاجين وتعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين كاريتاس الأردن وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وعقب ذلك عقد السيد كالهان بمشاركة السفير البابوي والسيد وائل سليمان اجتماعا مع سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس مجلسي أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حيث تم تناول دور هيئة الإغاثة الكاثوليكية وأهمية الشراكة والتواصل المستمر مع الهيئة الخيرية الهاشمية خاصة فيما يتعلق بجهود إيصال المساعدات إلى غزة واختمت الزيارة بجولة في إحدى مستودعات هيئة الإغاثة الكاثوليكية حيث تم عرض عمليات فرز وإرسال المساعدات الإنسانية مما يعكس التزام الهيئة العميق بالعمل الإغاثي وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة